فرنسا فشلت في إعادة الرئيس بازوم إلى السلطة فشلت في الإبقاء على سفيرها في نيامي الآن أيضا تتأهب لسحب قواتها من نيامي لماذا إنحنت فرنسا لعصفة الانقلاب في أمنيجر بهذه الطريقة؟ أهلا بك دكتور حسين تحية لك ولمشاهدين الكرام الحقيقة هناك عدد أسباب أو دعنا نقول فشل في الرهادات الفرنسية هناك فشل على الداخل كانت تتوقع باريس أن هناك ضغط جماهيري باتجاه تأييد الرئيس محمد بازوم والاعتراض على الانقلاب العسكري الذي حدث في نهاية شهر تموز يوليو الماضي ولكن ذلك لم يحدث أيضا كان هناك فشل في الرهان على بعض من النخبة العسكرية بأن تقف في وجه الانقلاب ولكن أيضا ذلك لم يحدث لكن الفشل الأكبر والرهان الأكبر كان على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الدول الغربية توقعت فرنسا أن تكون هناك مساندة كبيرة خصوصا من واشنطن ولكن ذلك أيضا لم يحدث وواشنطن لديها قاعدة عسكرية كما تعلم في النيجر وبالتالي لم تجد فرنسا بدا من الانسحاب من النيجر وسحب سفيرها مع أنها لم تعترف بالنظام الجريد لكن في نهاية الأمر اضطرت الاستجابة لطلباته وانسحبت من هذا البلد على الأقل مرحليا إذا شئت طيب ولكن ما سر فشل الرهانات الفرنسية في النيجر إذن؟ هذا سؤال كبير في الحقيقة كما ذكرت هو سؤال كبير ومهم للغاية الحقيقة تراجع للسياسة الخارجية الفرنسية أولا بمجمل القضايا منذ إلغاء صفقة الغواصات مع أستراليا استبعاد فرنسا من التحالفات التي حدثت في المحيط الهادي عدم قدرة فرنسا على التأثير في الحرب في أوكرانيا وبالتالي هناك تراجع للسياسة الخارجية هذه نقطة النقطة الثانية عدم تغيير فرنسا الاستراتيجيتها فيما يتعلق بالقارة الأفريقية على امتداد العقود الماضية كان من الواضح دكتور حسين أنه خلال العقدين الماضيين هناك تململ من النخبة في الدول الأفريقية من السياسة الفرنسية ولكن فرنسا وعدت في أكثر من مناسبة منذ عهد جاك شيراك ساركوزي أولاند وصولا إلى ماكرون بإمكانية تغيير هذه السياسة ولكن كل ذلك لم يحدث نقطة أخرى أيضا وهي على غاية من الأهمية وجود الآن منافسين جدد لفرنسا في الدول الأفريقية بشكل عام وفي دول الساحل والصحراء نتحدث عن الصين الشريك الاقتصادي الأكبر لهذه الدول والتي لديها حضور بالمعنى الاقتصادي للكلمة وأيضا بالمعنى السياسي وحديثا الحقيقة روسيا التي بدأت تغلغل في هذه المنطقة خصوصا جماعة فاغنر وأصبحت لديها معاهداتها واتفاقياتها مع هذه الدول لمساعداتها في المهمات الأمنية وخصوصا محاربة الإرهاب بكل هذه التغيرات التي حدثت في القارة الأفريقية على امتداد السنوات الماضية لم تفعل فرنسا الكثير لمجابهة كل هذه التغيرات وبالتالي الآن تضطر إلى تغيير سياستها بحكم الأمر الواقع والإنحناء كما ذكرت للعاصفة طبعا لا يعني ذلك بالضرورة أن فرنسا خرجت بشكل نهائي ولكن على الأقل ومرحليا فإن فرنسا اضطرت كما ذكرت للإنحناء للعاصفة هل هذا يعني أنها تخطط للعودة من جديد بعد أن انحنت لهذه العاصفة؟ باعتقادي هذا هو الشيء الطبيعي لعدة أسباب السبب الأول هناك كما تعلم علاقات تاريخية ما بين فرنسا ودول الساحل والصحراء وعدد كبير الحقيقة من الدول الأفريقية فهي كانت المستعمر القديم جانب آخر هناك الكثير من النخب في هذه الدولة صاحبة تكوين فرنكوفوني أو تكوين فرنسي وبالتالي هذه الدول نخبها مرتبطة أشد الارتباط بالجانب الفرنسي أيضا هناك جاليات كبيرة من هذه الدول تعيش في فرنسا وتعمل في فرنسا وهي لديها ارتباط ليس فقط مع عاشي ولكن ارتباط حتى وجداني بالجانب الفرنسي أيضا الحقيقة بالرغم من الخروج الذي تحدثنا عنه سواء الخروج العسكري أو الآن الخروج الدبلوماسي بسحب السفير لكن العلاقات الاقتصادية تبقى علاقات متشابكة جدا سواء مع النيجر أو مع الدول الأخرى لنذكر أنه حتى الآن العملة الوطنية في هذه الدول مرتبط بالفرنك الأفريقي المرتبط بالبنك المركزي الفرنسي وبالتالي ودائع هذه الدول حتى الآن موجودة في فرنسا وبالتالي العلاقات الاقتصادية متشابكة للغاية ومن الصعب قطعها على الأقل خلال الأمد المنظور وبالتالي نعم هناك معركة خسرتها فرنسا ولكن فرنسا لم تخسر الحرب حتى الآن وباعتقادي هناك إمكانية لكي تعود فرنسا لكن يجب الإشارة إلى نقطة مهمة دكتور حسين وهي أن إمكانية العودة كما كانت فرنسا سابقا باعتقادي أن ذلك أمر صعب للغاية على فرنسا إذا ما أردت أن تلعب دورة في القارة الأفريقية أن تعيد صياغة استراتيجيتها مرة أخرى من أجل أن تقيم علاقات على النمط المختلف عما كان سائدا خلال العقود الماضية ترجمة نانسي قنقر